اهلا بحضراتكم مشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الصحافة اليوم واللي بنتناول فيه بالقراءة والتعقيب اهم العنوين والمانشطات بالاضافة لمقالات الرأي والاخبار الصادرة في صحف ومجلات الغد الاتنين وواحد وعشرين تمانية الفين وسبعة عشر مع حضراتكم مشاهدين النهاردة هنطالع العدد الجديد من جريدة الوفد بصحبة الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الوفد الأستاذ مجدي حلمي برحب بحضرتك أهلا بحضرتك وأهلا بستاذ المشاهدين أهلا بحضرتك يعني الحقيقة أستاذ مجدي معنا موضعات كتير ومتنوعة منها السياسي والاقتصادي وأيضا فيما يتعلق بالأخبار المحلية كمان هنقشها مع حضرتك لكن خلينا مباشرة نروح لصدر الصفحة الثالثة والقمة المصرية السومالية اللي يمكن تبعناها كلنا النهاردة الخبر بيتحدث حول هذا الموضوع المانشط الرئيسي فيه بيقول قمة مصرية صومالية بالقاهرة ملفات الإرهاب وأمن جنوب البحر الأحمر على رأس طاولة المباحثات يعني أستاذ مجدي من العنوين نتعرف على التفاصيل من حضرتك يعني النهاردة وصل الرئيس الصومالي الجديد في زيارة للقاهرة وتم إجراء الاستقبال الرسمي أهمية الزيارة أننا بدأنا نرجع للعلاقات الطبيعية المصرية العنق الطبيعي المصري لأن استقرار الصومال يساوي نصف الأمن القوم المصري ضمان نصف حماية الأمن القوم المصري لأن الصومال من حيث موقعها على البحر الأحمر هي بتطلع على باب المندب على خليج عدم فبالتالي ده جزء مهم في مرور السفن القادمة إلى قناة سويس أو الجاي من أوروبا إلى آسيا من قناة سويس أهم من أهم الحاجات دي إن كمان الصومال أصبحت مرتع للإرهاب فيها مجموعات إرهابية منها تنظيم الشباب منها تنظيم القاضة منها تنظيم داعش فبالتالي القضاء على هذه التنظيمات فأنا بقضي على منبع كبير من منابع الإرهاب في الصومال الصومال لها مهمة كبيرة عندنا إن هي كمان مهمة تجارية لأنها أقدم دولة تعاملت مع مصر من ناحية تجارية من أيام بلاد بونت من أيام الملكة حتى السور علاقات تاريخية علاقات تاريخية ممتدة فبالتالي نحن والشعب الصومالي نحن ودولة الصومال نكاد نكون من أقدم الدول في العالم فبالتالي هي علاقات قديمة ولا بد من الاستثمار طيب أستاذ ماجدي لو يعني بعيدنا شوي عن الحديث حول الصومال تحديدا وبصينا بشكل عام على اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه الفترة بدول القارة الإفريقية كيف تنظر وكيف تقرأ هذا الاهتمام في الوقت الحال يعني هو ده العمق الطبيعي والاستراتيجي لبصر يعني الصومال جنب الزيارات زيارة الأخيرة اللي زار فيها رئيس سيسي دول في غرب ووسط أفريقيا بجنب الاهتمام أنه يحضر كل القمم الأفريقية الزيارات المتبادلة بينه وبين القادة الأفريقية ده هو البعد الاستراتيجي ده هو الحماية الأولى لمصر من ناحية الأمنية ومن ناحية الاقتصادية لأنه كما تعلمين أن أفريقيا سوق واعد بيتنافس عليه كان الأطراق والصينيين والإسرائيليين وإحنا خرجنا منه بإرادتنا الحرة في التسعينات يعني نهاية التسعينات وبداية نهاية التسعينات وبداية التسعينات لأننا كنا مرخومين في حرب ضد الإرهاب فتركنا أفريقيا فريسة سهلة في يد إسرائيل لأطراق الصينيين فإحنا لما نرجع لأفريقيا نحن الامتداد الطبيعي ما فيش فواصل بحرية طبيع أرض يعني سهلة التنقل سهل نبعد بضاعتنا سهل نروح هنا يجي فبالتالي هي محتاجة فقط إرادة سياسية وفي البرنامج ده قبل كده منذ سنوات قلت إن إحنا محتاجين إرادة سياسية إرادة سياسية توفرت في رئيس عفتاح السيسي فبالتالي من المهم جدا أن نستثمر كل هذه العلاقات اللي بيبنيها الرئيس عفتاح السيسي في مجالين مهمين الأمن ضمان الأمن القومي المصري اتنين أن نفتح أسواق الواعدة للمنتجات المصرية بس ده بيلقي علينا عب على المنتج المصري أنه يهتم بجودة المنتج لأن كما تعلمين أن سمعة المنتج المصري أصبحت مش ولا بد مش على المستوى مش موافقة للمعايير الدولية لما أصدر أنا كمصري لدولة أفريقية قدامي منافسة ما بين منتج صيني ومنتج تركي ومنتج إسرائيلي فبالتالي لابد أن أتفاق معهم عليهم في معايير الجودة بتاعة كل هذه المنتجات ده لأن كل الزيارات بعمل السيسي ستذهب هذا هضرا إذ لم يتم الاعتناء بالمنتج المصري يعني مطلوب من المنتجين المصريين رجال أعمال المصريين الاهتمام بسمعة مصر في إنتاجه نعم طيب من الصفحة التالتة هنروح مع حضراتكم للصفحة الأولى الحقيقة فيها تحقيق مهم جدا حول أزمات السكك الحديدية والقطارات خلينا نقرأ هذا التحقيق العنوان الرئيسي فيه بيقول الفوضى تضرب السكة الحديد قطارات متوقفة اختفاء التذاكر الركاب يفترشون المحطات سائق الجرارات يشترطون سلامة الصندوق الأسود قبل التحرك يعني كيف تقرأ هذا الخبر يعني منذ حادث سكندرين والمرفق يعاني من ارتباك عنيف وكأن من يعمل فيه ليس لديه خبرة بإدارة هذا المرفق الحادث ده قبل أن يكشف كمية الإهمال والفساد واللا مبالاة الموجودة داخل هذا المرفق هذا المرفق يعاني من الفساد مش من السنة دي ولا السنة اللي فاتت لا منذ نهاية التمانينات وظهر هذا الفساد فيه الحادث الشهير بتاع البدرشين لو تفتكلي أن الرئيس مبارك صرف تمانية مليار جنيه راحوا فيه وقتها ما نعرفش كل اللقين أنه تم شراء جرارات من شركة معينة شركة أمريكية معينة كان وقتها وزير النقل الموجود وقتها هو وكيل الشركة في نفس الوقت ومحادش فتح الملف ده جينا بعد رئيس مبارك المشيط قوي المجلس العسكري صرف 210 مليون دولار لشراء جرارات محادش ليه لأنه اجعلنا المشكلة بتاع السكة الحديد في حاجتين في الخطوط المتهالكة اللي تم بنائها من أيام الإنجليز والجرارات ما هتمناش بالبني آدم بإزاي دير مدنهوش مهارة البني آدم العاملين في السكة الحديد أو القيادات في السكة الحديد تتعامل بمفهوم الموظف يلا ستف ورق كله تمام ده يعمل ومش طيب أستاذ مجدي إمتى مش هنسمع أنه في مشاكل دايما قبل مواسم الأعياد تحديدا بنسمع دايما اختفاء التذاكر إقبال وازدحام شديد جدا على القطارات وعدم يعني سير القطارات في الموعيد المحددة شكاوى كتير جدا من المواطنين يعني ليه دايما في هذا التوقيت تحديدا بيحصل كل هذه المشاكل بلا حل أنا هقولك تجربة شخصية يعني أنا رجل من الصعيد من ندينة الأقصر فبسافر في مرة من المرات كان البنسمان دي سبريم محلب أعلن أن في قطارات فاخرة سوف تخرج من القاهرة تصل إلى الأقصر في سبع ساعات مش هتوقف إلا في أسيود ثم سهاج ثم قنة ثم الأقصر أول مرة ومزودة بالواي فاي التذكرة بتاعتها كانت 200 جنيه الدرجة الأولى الدرجة الثانية 135 جنيه وفقنا وقلنا زي الفور المرة الثانية فوجدت أن القطار أخذ من القاهرة إلى الأقصر 12 ساعة وقف في 16 محط فسألت مدير القطر ليه قال لأصل نواب مجلس الشعب قاعدوا مع وزير النقل كان وزير النقل وقتها المهندس سياحي السعيد نعم لازم القطر يقف القطر الفاخرجة لازم يقف في المراكز بدايتنا فعشان يرضي المراكز السكة الحديد فقدت عنصري مهمين عنصر السرعة والوقت اللي كنا بنزبط عليه ساعتنا نعم خلاص اتنين فقدت أنها خدمة تقدم للمصريين مش صحيح أن مطلوب من سكة الحديد أنها تكسب مش مطلوب من سكة الحديد تكسب ده كلام لو عاوزين سكة الحديد تكسب اسم ذوق القطع الخاص بوعوها إذن هي عنصر السرعة والوقت هو العنصر الأساسي وأيضا هو جهاز خدمي لكل المواطنين طبعا انهارت الخدمات فيه يعني أقولك ممكن تلقي في الأطرف ممكن تلقي الحمامات مش نظيفة الكراسي نفسها مش نظيفة مره كنت رايح بنا سوف الكرسي بيميل لورا يعني بيقع بي على الورا فدي ما بقيش مرفق هذا أصبح أشبه بي الخرابة فإحنا بنعاني اللي بيرتاد السكة الحديد مين هم سكان الصعيدة سكان ودي بحري خلاص تخلوا عن القطرة ما فيش عد بيرتك لكن اللي لازال بيروحوا بالسكة الحديد وقت بتقوى كخصوصا فأنا جاءنا تاني نروح لشركات الأوتوبسات القطاع الخاص فالأوتوبسات القطاع الخاص أضمن لي من السكة الحديد خصوصا في الاتزام في الوقت والخدمة اللي بتقدم ليه بنفس السعر بتاع السكة الحديد بالعكس السكة الحديد أغلى فالسكة الحديد هي نموذج حي للفساد إذا البوساط ابتدى يتسحب بشكل كبير جدا من قطاع السكة الحديدية وبالتالي يحتاج لإعادة النظر في المنظومة بشكل كامل منظومة السكة الحديدية لأنه بالطبع مشاهدين ده جهاز مهم جدا هو الأسرع في الوقت والأأمن ويعني عايزين نتغلب على المشاكل اللي كنا بنشوفها كلها من مشاكل وحوادث وما خلافه في قطاع هام جدا هو قطاع السكة الحديدية طيب مع حضرتك مستمرين في عرض أخبارنا هنرجع مرة تانية للصفحة التالتة خبر اقتصادي الحقيقة هو خبر مهم جدا خبر إيجابي بيدعو للتفاؤل الخبر بيقول إنشاء منطقة حرة في نويبع السيسي يفتتح محطة الطاقة الشمسية في جنوب سيناء ده هيكون في نوفمبر اللي جاي يعني لو بصينا لهذا الخبر من ناحية العائد الاقتصادي ما العائد الاقتصادي من هذه المنطقة التي سوف يتم تحولها بشكل ما أو بآخر لمنطقة حرة يعني الميناء نويبع هو الميناء البري أو شبه البري اللي بيربط مصر بأسيا يعني لأن العبارة من نويبع للأردن ما بتخدش وقت فهي من المهم جدا إن تبقى دي مدخل آسيا إلى مصر فمنطقة حرة معناها كل دول الخليج حيبقى موجودة فيها الاستثمارات اللي حتم في هذه المنطقة سوف تصدر إلى دول آسيا خصوصا دول الخليج وانت تعلمي أن السوق الخليجي السوق واسع وكبير وبيستوعب فبالتالي بالمهم جدا هذه خطوة تأخرت كثيرا تحويل منطقة حرة كمان لو جينا ده ربطناه بفكرة كبري الملك كبري الملك سلمان لو تعامل فبرضو ده حيبقى مهم جدا مع جامعة الملك سلمان اللي ازارتها برضو والوزيرة صحر ناصر صحر ناصر في جولتها لجنوب سيناء طيب خلينا نتكلم عن الجزء الخاص باستخدام الطاقة الشمسية زي ما بنشوف بداية توسعات في هذا أو هذه المنظومة الجديدة من التوسع في استخدام الطاقة الشمسية كيف ترى هذا الأمر هي بنسموها خبراء الكهرباء الطاقة النظيفة الرخيصة يعني إيه الطاقة النظيفة الرخيصة؟ هي طاقة ليس لها أضرار على البيئة اتنين هي رخيصة مش مكلفة ماليا يعني مش محتاجة توربينات كبيرة مش محتاجة فبالتالي من المهم جدا نهتم اتنين إحنا دولة الشمسي عندنا لـ 12 شهر خصوصا منطق جنوب سيناء ومنطقة البحر الأحمر ومنطقة سعيد مصر فبالتالي هذه المناطق من المساهلة جدا نحمل فيها محطات عملاقة للطاقة الشمسية بجانب محطات الرياح الموجودة فيه على شاطئ البحر الأحمر من السخمة لغاية الزعفران فمن المهم جدا نهتم بها المغرب سبايتنا في محطة أكبر محطة في العالم للطاقة الشمسية المغرب هي بتؤمن الآن نصف حتياجات المغرب من الطاقة من الكاربة فدي خطوة مهمة وخطوة لابد من تسجيحها وفعلا إن رئيس يذهب لإفتتاح هذه المحطة هو إشارة بد إن إحنا بدينا نهتم بهذه المحطة هي أأمن كمان من المحطات الكهرباء بالطاقة النووية وإن كان دي يعني ما ندرش نستغل عنها لكن دي أأمن فهي بنسميها هي الطاقة النظيفة الرخيصة يعني موضوع الطاقة الشمسية فيه ثلاث محاور رئيسية وإيجابية هي الأرخص هي الأنظف هي الأقل تكلفة ولا تستهلك إمكانيات مادية كبيرة في تجارب موجودة في بعض المدن وفي القاهرة هنا إن بيتم إنارة أعمدة الكهرباء بوحدات طاقة شمسية صغيرة في كثير من المنازل يعني أنت بحتاجة وحدة طاقة شمسية تبدأ سعرها من 11 ألف إلى 20 ألف جنيه لأنك توفلك الطاقة إذن نتمنى التوسع في هذا الموضوع في الفترة القادمة نحن عندنا الشمس 12 شهر 365 أو 366 يوم ما بتغيبش يعني لو غاب بتغيب ساعة ساعتين فبالتالي دي من المهم نحن نتاجها دي أوفر من نحن نتاجها للطاقة نووي طيب هنأخذ حضرتك في جولة على الشأن العربي مع السادة المشاهدين والشأن الدولي هنروح مباشرة للصفحة الخمسة والحقيقة الخبر اللي معانا بيقول على نفقته الخاصة الحج هدية العاهل السعودي للقطريين وأسر شهداء مصر وفلسطين يعني لو بصينا لطبيعة العلاقات اللي بتجمع بين الدولتين السعودية وقطر كيف تقرأ هذه العلاقات في الوقت الحالي؟ يعني قطر في أزمة لأن جيرانها وحلفائها فقدتهم الإمارات والسعودية والبحريين دول أهم حلفاء لها يعني دي عائلات متصلة ببعض قبائل متصلة ببعض فالنظام الحكم القطري أدخل بلده في ورضة مع جيرانه ولجأ إلى أعداء جيرانه يعني الآن هو بيحتمي بالإمارات وتركيا اللي لها أطمع في المنطقة الخليج من زمان وإلى إسرائيل فبالتالي هو لجأ للأعداء التاريخيين للمنطقة العربية واللي هما اليوم أطمع فهو أدخل بلده في ورضة أصبح يمثل تهديد مباشر للأمن القوم السعودي تهديد مباشر لأمن القوم السعودي والأمن القوم الإماراتي يعني بالتباعية تهديد مباشر لأمن القوم العربي كله وعلى رأس الأمن القوم المصري يعني النهاردة احنا بنتكلم عن أمن القوم بكتير احنا عايزين بقى نبص للناحية التانية لكن عايزين نفسر يعني إيه السعودية أعطت الحج هذا الموسم هدية للقطريين هي رسالة من الملك سلمان يعني أنا شخصيا بوجه الشكر لي على قراره باستضافة أسر ألف شهيد من شهداء الإرهاب على نفقته شهداء فلسطين كمان هو عايز يقول للشعب القطري أن الخلاف مش مع الشعب القطري الخلاف مع من يحكم قطر ومن يحكم قطر مش الأمير تمين في أشخاص آخرين بيحكموا قطر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين هو الذي يحكم قطر ويحكم تركيا بالمناسبة يعني أردوغان أدا في يد التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ما يغركيش المنظر بيطلع بيه هدد أمريكا وهدد ألمانيا هو واحد من أعضاء التنظيم الدولي للإخوان المسلمين فالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين هو الذي يحكم قطر هو الذي يحكم تركيا هو المتعاون مع إيران وده تربطي بإيه أول زيارة قام بها رئيس مصري إلى إيران كان مين؟ كان رئيس إخواني محمد مرسي حتى لما شوهولوا الخطاب بتاعه وكان بيتكلم على سوريا فيه حاولوا كلامه في الترجمة على البحرين ما انزعجش ما حصلش انزعاج كانوا فيه اتفاق بينهم طيب خلينا نتطرق أيضا للشأن المحلي الخاص بمصر ونروح مشاهدينا للصفحة التانية ونقرأ هذا الموضوع اللي أفردت له الجريدة مساحة كبيرة كل عام وحضراتكم بألف خير مشاهدينا ونحن على مشارف عيد الأطحى المبارك هذا الخبر بيقول كساد في سوق الأضاحي خمسة ألاف جنيه للخروف ومية وخمسين جنيه لكيلو أضقن بالعضم التجار بيصرحوا بيقولوا أحضرنا ربع كمية كل سنة وما فيش بيع يعني زي ما بنشوف ارتفاع في أسعار الأضاحي بشكل كبير جدا وده اللي احنا متعودين عليه كل سنة يعني تفسير حضرتك لهذا الارتفاع المستمر كل عام وعدم إحكام الرقابة على الأسواق في هذه الفترة يعني خلينا أول في التكلم في أسعار الأضاحي أسعار الأضاحي الوضع الاقتصادي وتعويم الجنيه الهي المشاكل كلنا عارفين قدت إلى ارتفاع أسعار كل شيء بما فيها الأضاحي اللحوم يعني اللحوم قبل موسم العيد كانت وصلت لمية وخمسين ومتين جنيه كيلو ثلاثة المرة دي بقي بستة نفس الوضع اللحوم فبالتالي دي ظاهرة ارتباط طبيعي للوضع الاقتصادي في مصر ارتفاع الأسعار في مصر كل شيء خصوصا كمان مع عدم وجود ضابط أخلاقي لدى التجار ولدى المنتجين في تقديل الهامش الربح للمنتج المصر طبعا تجار لازم تجيبوا ربع الكبير اللي هم عارفين اللي بيقلها يحصل فعشان كلا مهم جدا ان احنا لما نيجي نتكلم نربط ده بالوضع العام للبلد نفسه إذن هو تدرك طبيعي الأوضاع الاقتصادية اللي بتمر بيها حالة طبيعية طبيعية والتفاع الأسعار اللي بتمر بيه البلد بشكر الكاتب الصحفي مدير تحرير جريدة الوفد الأستاذ مجد حلمي شرفتنا يا فاند إن شاء الله أهلا بحضرتك ومشاهدين كل الشكر لحضراتكم واستنونا غدا بإذن الله وحلقة جديدة من الصحافة اليوم إلى اللقاء